السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب نيوتن إحنا في صفحة 187 المحاضرة 4 على الطيرات الدوامية والقوة الدفعة المستحسة المتولدة في السلك الصغير رقم 109 السبب الرئيسي لارتفاع تركت الحرارة في قطع معدنية عند صهرها في أفران الحس هو إيه؟ طبعا الإجابة رقم جيم الحس الكهرومغناطيسي طب ليه مش الحس الذاتي؟ طبعا مين لفكرة عمله الحس الذاتي؟ مصباح الفلروسينت والحس المتبادل المحول الكهربي أما الارتفاع درجة حرارة القطع المعدنية والطيرات الدوامية ده من عنوان الدرس الحس الكهرومغناطيسي طيب تحولات الطاقة في أفران الحس هي بتبدأ بكهرباء وبتنتهي بحرارة فالاختيار المناسب برقم دال كهربية مغناطيسية حرارية سؤال رقم 111 ملف معزول ملفوف حول صاق من الحديد المطوع كما بالشكلين المضحين ماذا يحدث للصاق في كل من ما يلي واحد واثنين هل هتسخن الصاق في الشكل واحد ولا بتسخن الصاق في الشكل اثنين ولا بتسخن في الشكل واحد واثنين ولا لا تسخن في أي من الشكلين طبعا كون الصاق تسخن ده معناها إن نشأ فيها طايرات دوامية إمتى الطايرات الدوامية تنشأ في الكتلة المعدنية إذا كانت الكتلة المعدنية سكنة بس بيخترقها فيض متغير أو فيه فيض سابت بس هي تكون بتتحرك أو بتدور متحركة في فيض سابت طبعا هنا الكتعة المعدنية سابتة يبقى لازم تتعرض لفيد متغير الفيد المتغير بيأتي من دينامو من مصدر متردد وليس مصدر سابق طبعا هنا مش هتنشأ طيارات دوامية إلا لحظة الغلق وفتح بس هم نتكلم بصفة عامة يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى الإجابة ورقم به هتسخن الساق في الشكل اثنين بس عشان معانا طيار متردد سعال 112 شدة الطيارات الدوامية المتولدة في القطع المعدنية زي أي طيار الطيار بيزداد إزاي هل بيزداد بزيادة المقامة؟ لا الطيارات متزدادش بزيادة المقامة أمال بيقل بزيادة معدل تغير الفيد طب العكس طب رقم جيم يزداد بزيادة توصيلية أيوة كل ما القطعة دي كانت توصيليةها عالية كل ما زادت الطيارات الدوامية فيها عشان كده بيحاول يجيبه القلب يصنعه من الحديد المطوع السليكوني علشان يقلله توصليته يبقى كل ما بتزداد التوصيلية كل ما بزيد الطيارات الدومية الإجابة جيدة سؤال رقم 113 اتجاه الطيار التأثيري بيتحدد ازاي على حسب المواصل لو كان المواصل ملف يبقى نستخدم قاعدة لينز ولو كان المواصل سلك يبقى نستخدم قاعدة فيلم من جاد اليوم يبقى الإجابة هنا بي والإجابة هنا ألف طبعا مع ده ملف الدينمو رغم انه هو ملف بس همتعامل معاه لانه أسنا فبنستخدم قاعدة فيلم من جاد اليوم في تحديد اتجاه الطيار في ملف الدينمو غير كده أي ملفات يقالنز وسلك بنقول فيلمينك لليد اليوم سؤال 114 تنشأ كواه دفع مستحصة بين طرفي السلك عند تحريك السلك في اتجاه إيه طبعا لو تحرك السلك في اتجاه موازي للمجال مش هينتوا بإي مقفة مستحصة لازم يتحرك بزاوية ما يكونش الزاوية لبينه وبين المجال بزفر لو افترضنا إن ده المجال وده السلك لو السلك تحرك كده كده مش هيتم قطع كده السلك بيتحرك موازي للمجال يبها لا الاتجاه u ye nf' ولا الاتجاه u ye nf' طب لو صحبت السلك كده برضو أنا كده بسحب السلك بتحرك في اتجاه موازي للمجال قلق إنه عايزة السلك يتحرك إزاي أنا عايزة السلك يقطع المجال يعني اتحرك لاعلى وليأسفل عشان يقدر يعمل عملية قطع للمجال طب مين هنا اللي هي القطع ده طبعا الاتجاه M يبقى لما حرك السلك في الاتجاه M الاعلى هو ده اللي هيعمل القطع للمجال وينشأ ايه ما ايه في مستحصة بالاختيار الصحيح رقم الف السؤال رقم خمستاشر تتولد قوة دفع كهربية مستحصة في موصل اذا كان ايه اذا كان موضوع في مجال لا الموضوع مش سلك ومجال الموضوع ان السلك يقطع مجال متغير يعني نحركه في اتجاه المجال مهو ممكن تحركه في اتجاه المجال وتكون بتحركه في اتجاه موازي فما تنشأش ايه مقفه مستحصة يعني كلمة التحريك دي برضو مش كافية طب نحركه عموديا على مجال كهربي لا هو انت ممكن تحركه عموديا صحيحا بس مش على مجال كهربي على مجال مغنطيس لازم يكون فيه مغنطيس تمام رقم ده نحركه عموديا على مجال مغنطيس ايوه هي دي الاجابة الصحيحة يبقى الاختيار الصحيح رقم ده السؤال 116 في الشكل مقابل تكون القوة الدفعة المستحصة المتولدة في الحلقة المعدنية المغلقة عندما يتحرك السلكان في نفس الاتجاه اذا كان كل سلك بيولد قوة دفعة كهربية المجدرها 3 من 10 بول يعني ايه السلك يولد قوة دفعة كهربية مش البطارية هي اللي بتولد قوة دفعة كهربية اه وممكن السلك في الفصل الثالث بيولد قوة دفعة كهربية قوة مستحصة نتيجة ان السلك هيتحرك عموديا على المجال فهيولد ام اف مستحصة وطيار مستحس طردي. طب يقصد بايه بان السلكين هيولدوا 380 فولت يعني كل واحد فيهم اليم اف اللي هيحدثها متساوية مع الاخر. تمام. يعني دلوقتي الدايرة دي هيبقى وصلها ايم اف من السلك ده و ايم اف من السلك ده تمام. فممكن لو كانت اليم اف ديم وال اتجاه واحد هنجمعهم. عكس بعضها هنتراحهم. فهي بيقولي محصلة القوات دفع الكاربية متواجدة في الحلقة تساوي بوحدة الفولت كام. عايزين نجيب التوتل بتاعها. طي تعالوا كده نرسم البطاريات على الحق بمعنى. انا دلوقتي قعدة فيلم انجاد اليومنا. المجال هنا عمودي على الصفحة للداخل. اعتبر الكتاب محطوط قدامه كده. كأنه كده. يعني امسك الكتاب كأنه زي الصبورة بالزرط عشان ما تختلفش عني. يبقى ايدا المجال عمودي على الصفحة للداخل. وانا افترض ان السلك ده يتحرك زي ده. مسلا جهة اليمين. اهو. جهة اليمين. يبقى كده طياره الاعلى. يبقى هنا الطيار الاعلى. وده السلك ده انا هتعامل معاها لانه بطارية. والطيار هيمشي فيها الاعلى يعني هيمشي فيها من الكتب السالب الى الكتب المجب داخل البطارية. طيب والسلك ده قادي المجال. وقادي اتجاه الحركة برضو طياره الاعلى. يبقى كمان اللي هيتحرك فيه الطيار الاعلى يعني برضو الطيار بتحرك من السالب للمجب داخل البطارية. ونكمل الدايرة. اذا البطاريتين دول عكس بعض هيلغوا بعض. فلما نيجي نجيب التوتال هيبقى 3 من 10 3 من 10 هيبقى الناتج بزيرو هيبقى الناتج هنا هيبقى اللي جاية برقم به بسل سؤال 117 عندنا سلك مستقيم موصل يتحرك عمودينا على مجال منتظم بسرعة منتظمة من مقدارها 2 متر على السنة فإذا زيدت سرعة الموصل لأربعة يعني إيه يعني زودت السرعة للضعف إلا هيحصل كوات دفع المستحصل المتولدة إحنا عندنا EMF المتولدة في السلك بساوي بي إل في صين 90 عشان هو يتحرك عمودي يبقى بي إل في طيب ما كده فيتها ناس وبترد بين ال EMF والسرعة فالسرعة لو زادت للضعف ال EMF هتزيد للضعف يبقى الاختيار الصحيح رقم ي هتصبح إيه ضعف ما كانت علي سؤال رقم 118 وصلة موصل لتحرك إلى أسفل عموديا على تجاه خطوط المجال المتولد بين كتبان المغراطس أي الأشكال التالية توضح للتجاه الصحيح للطيار المتولد في الموصل طب أنا هعمل إيه هتبر الطيار مجهول في كل شكل من الأشكال دي واجيب اتجاهه بقعدة فيلمين جاد اليوم لو تحقق على الرسم يبقى الرسمة دي صحيحة لو ما تحققش على الرسم يبقى الرسمة دي خطأ تعالوا نبدأ بديه بشكل ألف المجال هيقرب من القطب الشمالي لقطب الجنوبي والحركة الأعلى يبقى المفروض الطيار داخل الصفحة بس ده طيار خيرج الصفحة يبقى ألف مستبعدة تعالوا نشوف رقم جيم هنا المجال من إن الإس وي اتجاه الحركة الأسفل يبقى الطيار هيبقى للداخل هنا الطيار نقطة يعني عمودة على الصفحة الخارج مش تنفع طب تعالوا نشوف الشكل به قد المجال من إن الإس وهنا الحركة الأعلى إذن الطيار هيبقى للخارج فعلا نقطة يعني الطيار للخارج يبقى إذن الاختيار الصحيح هيبقى رقم به بالنسبة للسؤال الـ 119 عندنا ملف مستطيل تتصل به مقامتين R1 و R2 هذه R1 و هذه R2 يمر بهم طيار مستحس أي واحد و أي اثنين كلمة طيار مستحس يعني طيار بدون بطارية يطرى الطيار ده نتج من إيه طبعا نتج نتيجة حركة السلك ده اللي بتحرك عمودي على المجال فعمل تقطيع لخطوطه المجال إذن بالنسبة للسلك ده مصدر بديل البطارية وأنتج طيار مستحس الطيار ده توزع على المقامات تمام في مجال منتظم فإذا علمت أن R1 أكبر من R2 R1 دي كبيرة والR2 دي هي صغيرة فأي الاختيارات التالية صحيح طيب قبل ما أدور على الاختيارات لأنه هنا بتكلم عن اتجاه الطيار هنا وهنا عايزة الأول أنا أحدد اتجاه الطيار مش السلك دو جاب طيار مستحس طيب محدد اتجاه الطيار المستحس في السلك بقعدة فيلم انجليا دي اليوم هنا نعتبر الورقة دي كأنها زي مكان الصفورة كده يبقى أنا عندي المجال عمودي على الصفحة للداخل والسلك ده بيتحرك في هذا الجانب إذن الطيار هيبقى الأسفل أو هيبقى الأسفل هيجي الطيار هنا يتوزع جزء هيروح كده وجزء هيروح كده الجزء ده هيمشي في المقاومة من B لA وهيمشي في المقاومة دي من B لC طيب المقاومة دي صغيرة يبقى طيارها كبير يبقى الطيار اللي هنا أكبر طيار وهنا المقاومة دي كبيرة يبقى الطيار هنا صغيرة تعالوا بقى ندور على الاختيار قيمة الطيار احنا عرفنا ان طيار المقاومة 2 أكبر يعني A2 أكبر من A1 وهنا في A2 أكبر من A1 طيب اتجاه الطيار A1 A1 اللي بيمشي في R1 من الB إلى A هنا من الB إلى A يبقى دي صحيح يبقى دي كده صح طيب اتجاه الطيار A2 طيار A2 بيمشي في المقاومة R2 من D لC فين من D لC يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم G طيب نشوف السؤال اللي بعده ابتداء من السؤال 120 للسؤال 122 بيعتمد على فكرة واحدة احنا دلوقتي اخدنا اليم F المتولدة في السلك لو عندنا سلك مستقيم بتبقى اليم F المتولدة فيه عبارة عن سالب بلف صين سيتا طيب لو كان السلك مش مستقيم لو كان السلك زي كيرف كده أو بالمنظر ده أو حتى السلك بالمنظر ده بنتعامل ازاي الاختلاف هنا في التعامل في القانون اللي هيختلف هنا الطول اللي هتعامل معاه هنا الطول بتعامل معاه ازاي هل باخد فعلا طول السلك بالانحناء بتاعه ولا باخد ازاحة الطيار في السلك باخد ازاحة الطيار في السلك بمعنى ان لما يكون عندي تعالوا نشوف السؤال 120 عندنا نصف حلقة دائرة رقيقة نصف قطرها او آآ يعني آر بتسخط فيه مستوى عمودي يعني هي بتنزل لاسفل اتجاه الحركة بتاعتها لاسفل على مجال كسافة الفيت بي كما بالرسمة عايز سرعة وسرعة الحلقة هي في فعايز فرق الجهد عبر الحلقة تمام فرق الجهد عبر الحلقة يعني الامف قادل بي وقادل في هنستنى بقى ونشوف ايه موضوع الال الال هنا ما هواش ان انا هقول نصف المحيط لا هنا الال عبارة عن ازاحة الطيار في النقطة البداية في النقطة النهاية الازاحة دي هي اللي هي الطول اللي انا هتعامل معاه اللي هو القطر اللي هو اتنين ار فانا هاجي هنا واكتب اتنين ار تمام يبقى دي كده الامف اتعاملت معاه الطول لما يكون السلك مش مستقيم على ازاحة الطيار خلاله طيب هل دلوقتي انا مين اللي جهده اعلى تعالوا بقى نشوف اكاين السلك اهو عايزين نشوف اتجاه الطيار فيه برضو بقعدة فيلم انجلي دي اليومنا المجال الى داخل الصفحة وي اتجاه الحركة الاسفل اذا الطيار هيمشي من ميو لكيو من ميو لكيو طيب انتو عارفين ان السلك هيبقى مصدر والطيار بيمشي ازاي بداخل البطارية من السالب للموجب يبقى من الجهد الاقل للجهد الاعلى يبقى لما هو هيمشي في السلك في هذا الاتجاه يبقى رايح من الميو للكيو يبقى ده معناه ان كيو ذات الجهد الاعلى يعني الاختيار الصحيح يبقى رقم ان الامف المتولدة عبار اسفل لرقم دال الاختيار الصحيح يبقى رقم دال ان اامف المتولدة هتبقى 2RBV خلي بالكم ادي البي و ادي الفيزا ما هي انا استخدمت هنا الطول على انه ازاحة الطيار 2R واعتبرت كيو هي ذات الجهد الاعلى يبقى الاجابة الصحيحة هنا هتبقى الاجابة رقم دال طيب نشوف السؤال اللي بعده السؤال 121 بيتحرك موصل A B O C ده الموصل على طول منتصف على طول منتصفه بسرعة واحد متر على الثانية عمودية على مجال كساف فيده يعني التسلا واحد تسلا كما بالشكل فاذا كان طول كل جزء من اجزاء الاربعة واحد متر فعايز القوة الدفعة المستحسة المتولدة بين ال-A وال-D تمام ده السلك اللي بيتحرق قدامك حجم الاتنين يتجيب الازاحة مباشر يعني تعتبر السلك ده انا دلوقتي عندي ال-B ما فيش عليها عطرات ولا ال-V مش عليها عطرات اللي اعترات في ال-L يتجيب الازاحة مباشر كده وتبقى الازاحة هي دي اللي هي تعتبر هي دي يا اما تتعامل على ان الجزء ده هيبقى موازي للمجال فمش هيجيب لك MF والجزء ده لأ فالجزء ده بس اللي هيجيب ال-MF فانت تاخد ازاحته على العموم لو انت اتعاملت كده او كده هي هي يبقى احنا كده هناخد ازاحت الشكل الضلع ده هو ازاحت الطيار اللي هيمر في السلك طيب ازاحة بتاعت الطيار اجيبها ازاين عايز اجيب طول الازاحة بتاعت الطيار هنجيب الخط ده هو الخط ده طيب هنجيبه من المسلس ده المسلس ده قائم الزاوية وده وطر يعني قدر اجيب الضلع ده في صغرص هقول الضلع ده اللي هو احنا عايزين اللي هو الطول هيساوي الجزر التربيعي ده بواحد متر وده بواحد متر واحد تربيع زائد واحد تربيع هيساوي جزر اثنين طيب ماشي تعالوا بقى نعوض في القانون بي طبعا السلك كده هيبقى عمودي على المجال يعني لما السلك ده اللي انا اخدت الازاحة الطيار هيبقى ده بديل لكل الكلام دون فيبقى عمودي على المجال يبقى بي اللي في بس البي بواحد وي اللي بجزر اثنين وي الفي بواحد جزر اثنين اللي هي هتبقى معايا القيمة دي واحد وواحد واربعين من مية او واحد وربعمية واربعتاشر من الف يعني الاجابة الصحيح هتبقى رقم ب طيب السؤال رقم مية اثنين وعشرين انبوبة من مادة موصلة على شكل حرف يو يمكن ان تنزلك داخل انبوبة اخرى كما بالشكل اذا تحركت كل انبوبة نحو الاخرى بسرعة في فان الام اف بتكون ايه طيب انا عندي ده موصل وده موصل كل موصل فيهم بيتحرك تجاه التاني انا هتعامل مع الموصل دوا على انه سلك تمام طب السلك ده انا باخد طوله على انه الازاحة الطيار فيه يبقى الازاحة يبقى لما يكون الموصل على الشكل ده يبقى فين ازاحة الطيار فيه الازاحة هي الجزء ده الجزء ده هو الازاح فانا هستبدل الجزء ده كله بسلك اهو يمثل الازاحة الطيار خلاله والجزء التاني اللي هو ده هستبدله بسلك تاني اهو تمام ويبقى دي بالزبط زي المسألة اللي كان فيها السلكين بيتحركوا حوالين قضبين كأنهم ظالك كده يبقى هي دي المسألة الشكل البديل للمسألة اللي احنا كنا متعودين عليها ودي المجال اهو يبقى انا للوقت هقول ان السلكين دول بيتحركوا نحو بعض ايوه بس الموصل ده مش سلك مستقيم لما خدت ازاحة الطيار خلاله عملت الشكل اللي انا متعودة عليه وهنا ازاحة الطيار خلاله عملت الشكل اللي انا متعودة عليه ودلوقتي السلكين دول اللي انا اعتبرتهم سلكين هم بيتحركوا تجاه بعض ماشي والمجال عمودة على الصفحة للداخل فكده هيولد بلف وهو عمودي على المجال فهيبقى سين تسعين بواحد والسلك ده هيبقى بلف يا طرى هجمعهم ولا هطرحهم تعالوا نشوف اتجاه الطيار فيهم احنا بقاعدة فيلم الجاد اليوم ادي المجال عمودة على الصفحة للداخل واتجاه الحركة كده طيار الاسفل طيب هنا ادي المجال عمودة على الصفحة وده اتجاه الحركة يبقى طياره لأعلى يبقى انت دلوقتي عندك دول كده يعني مع بعضهم في اتجاه واحد مش طيار عكس طيار لأ الطيارات مع بعض فبالتالي هيتجمعهم وهيبقى الام اف عبارة عن اتنين بلف واتجاه احنا قلنا ده الاسفل وده الاعلى يبقى اتجاه مع عقارب الساعة يبقى عن اختار الاجابة رقم ب اتنين بلف مع عقارب الساعة السؤال رقم 123 فيه الشكل المقابل يتم شد السلك الاعلى ليتحرك عموديا على مجال مغناطيس بسرعة منتظمة فتولدت فيه قوة دفع قاربية ومستحس فان محصلة القوة المؤسرة عليه بيكلم عن محصلة القوة طبعا هو فيه قوة بتحركه الاعلى وكمان فيه قوة الوزن بتأثر عليه لاسفل هل هو عايز قيمة كل قوة لوحدها ولا عايز المحصلة على بعضها عايز المحصلة طيب تمام كلمة سرعة منتظمة دي لها دلالة الدلالة دي المفروض ان انت درسها في سنة قولة سنة فتعالوا كده نحاول نصبط الجزئية دي عشان نقدر نحل المسألة كلمة سرعة منتظمة يعني الجسم ده مش معاه عجلة وادام الجسم مش معاه عجلة يبقى مش معاه قوة يبقى هنا المفروض القوة المحصلة بسو سفر بس فيه قوة بتحركه الفوق لها قيمة وفيها قوة بتحركه الاسفر لها قيمة لكن لما تيجي تاخد التوتر بتاعهم هتلاقيهم متساويين في المجدار ومختلفين في الاتجاه فتكون المحصلة بتاعتهم سفر لان فيه دلالة هنا انه قالك كلمة بسرعة منتظمة يبقى هاختار للاختيار رقم جين ان محصلة هتساوي سفر حيث تأثر السلك بقوة مغنصية الاسفل تساوي قوة الشد تمام طيب برضو قانون نيتهم الاول بقولك يظل الجسم على حالته ما لم تؤثر عليه قوة محصلة فهو كان السلك متحرك فدنه متحرك بالسرعة المنتظمة ادام ما فيش قوة اثرت عليه كقوة محصلة مش كقوة الوحدها لا كقوة محصلة السؤال 124 الشكل المقابل يمثل سلك مقومته او تتحرك على موصل مهم الاحتكاك والمقاومة في المجال منتظم كسفته حتى تتحرك السلك نحو اليمين بسرعة فيه فان مقدار الكوة اللازمة لسحب السلك عايز الكوة اللي بتأثر او بتسحب السلك ماشي ما هو انت دلوقتي لما يتحرك السلك ده هينشأ فيه مف مستحسة ويمشي فيه طيار ونتيجة لذلك هينشأ فيه كوة برضو هتحرك في الاتجاه المعاكس طيب ماشي الكوة الكوة المغنصية مقدار الكوة اللازمة لسحب السلك الاف بساوي بي اي ال وطبعا بتحرك عمودي على المجال يعني ساوي 90 بواحد بي اي ال تمام يبقى الكوة هتساوي سيب البي وسيب الال فك الاي الاي هتساوي امي اف على الار طيب ادي الاف بالساوي سيب البي وسيب الال وسيب الار فك الام اف المتولدة في السلك بل بي ال بي طيب تعال كده شوف انت عملت ايه بي بي تربيع و ال ب ال تربيع و ال على الار يترى مين موجود كده بنفس الناتج دو الاختيار كوندال يبقى بي تربيع ال تربيع في سلط طوله خمسين سنطري يبقى الال خمسة من عشرة متر اسمت على مية بسرعة منتظمة قدرها ال في عشرين متر على السنة في مستوى عمودي على مجال كسفته البي بي اربعة من مية تسلا فان قيمة الكوات دفع الكهربية المستحسة المتولدة في السلط بتساوي خلي بيلك هو في مستوى عمودي يبقى ال اي ام اف بالساوي بي ال في سايم تسعين بواحد البي باربعة من مية في ال بي نص في ال في بعشرين هطلع الناتج اربعة من عشرة نضعف الاختيارات اللي قال الاختيار الصحيح رقم ده السؤال اللي بعده صق من النحاس طولها معايا الطول تلاتين سنط نقسم عالمية تبقى تلاتة من عشرة متر تتحرك بسرعة البي بساوي نص متر على الثانية في مجال كسفته البي بي تمانية من عشرة فولت اسفة تسلا فان القوة الدفعة الكهربية المستحصة بين طرفايا هذا الصوق في الحالات التالية تساوي ايه لو تحرك السلك عمودي هتبقى الزاوية بتسعين وتبقى اليم اف بساوي بي البي البي عندي هنا بتمانية من عشرة والإل بثلاثة من عشرة والفي بنص هيطلع الناتج اتناشر من مية فولت يعني الاجابة الصحيحة رقم ب اما اذا اتحرك في اتجاه وازي المجال فهتبقى اليم اف المستحصة بسفر لان الزاوية هنا بين اتجاه الحركة والمجال هتبقى بسفر وبالتالي مش هيبقى فيه مستحصة متولدة في السلك الاجابة هتبقى رقم السؤال مية وسمع وعشرين في الشكل المقابل عندنا اي بي سي سلك على شكل زاوية قائمة طول ضلعيها اتنين ال وقل وضع فيه مجال مغلطيس كسفت بي عمودي على الصفحة للداخل بحيس يكون مستوى السلك عمودي على المجال فعايز القوات دفع الكهربية المتولدة في السلك اذا تحرك بسرعة في متر على الثانية في الاتجاه رقم واحد ناحية اليمين في مستوى الورقة عموديا على ال اي بي احنا دلوقتي عندنا المجال عمودي على الصفحة اهو ودي السلك على شكل زاوية قايمة الطول دون ده كده اتنين ال وده ال لما يكون المجال عمودي على الصفحة تعالى كده ويتحرك السلك بالمنظر ده في الاتجاه واحد اهو انت كده سمعت صوت القطع تمام مين اللي عمل الصوت ده الضلع ده ولا ده الضلع اللي هو اتنين ال ولا ال بصوا كده تاني في حصل قطع وانت سمعت صوت القطع مين اللي عمل قطع السلك ده اللي هيقطع خطوط المجال طيب بصوا كده هنا في خطوط هاي خطوط هاي عمودي على المجال ده لما ييجي يتحرك بصوا مش هيقطع ولا واحد ده ماشي اهو في الاتجاه ده الضلع ده اللي هو قل مش هيقطع حاجة حتى انت ما سمعت شطوط القطع اهو لكن هنا ده اللي هيعمل عملية قطع يبقى دلوقتي هقول انها هتولد في السلك ده ايم اف مستحص عشان ده اللي قطع المجال وده لا فهقول ايم اف عبارة عن البي واد البي الال هنا اللي عملت عملية القطع اتنين ال يبقى دلوقتي عندي الناتج اتنين بي ال في يبقى ده لما يتحرك في الاتجاه واحد طيب لما ييجي يتحرك في الاتجاه رقم اتنين لاعلى اهو السلك اهو ومازال المجال عمودي على الصفحة بس دلوقتي هو هيتحرك لاعلى اهو هيتحرك في الوضع هنا هيحصل قطع وهتسمع صوت القطع بس المرة دي مين اللي قطع ال ال ولا ال 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 هي اللي عمت عملية قطع طب تعال هشوف السلك ده هل السلك ده ده هيعمل عملية قطع المجال اهو ما فيش اهو مال ده مين اللي هيق طب ساعتها هيبقى ال اي ام اف في الحالة الاتجاه اثنين هتبقى عبارة عن بي اللي واحدة في في لان السلك اللي طوله اللي هو اللي هيتم عملية القطع اما التاني لا طيب لو يبقى كده الاجابة عندي هنا هتبقى رقم به يبقى هنا دل وهنا ب سالسا طب لو كان عايز القوة الدفع المتولدة في السلك اذا تحرك بسرعة في متر على الثانية في الاتجاه العمودي على مستوى السلك موازي للمجال لداخل الورقة تسوي ايه هيتحرك موازي للمجال على طول من غير ما ادور على اي معلومة تانية ادام بيتحرك موازي المجال ده هيتحرك كده يبقى انت ههو مهما تحرك مهما علم انت بش هتسمع صوت القطع يبقى احنا هنقول ادام بيتحرك موازي للمجال يبقى اليم افل هتتولد هتبقى بسفر الاجابة هتبقى رقم 128 عندنا سلك مستقيم طوله الال بالساوي 25 يعني 25 على مية 25 من متر ودعم مديا على فيض مراتيس منتظم كسفته البي بنص تسلا فاذا تحرك السلك داخل الفيض بسرعة منتظمة بي بي من 10 متر على السنة وكان اتجاه الحركة يميل بزاوية 30 فعلا دي زاوية احنا عايزين الزاوية بين اتجاه الحركة والمجال يبقى سيتر بساوي 30 فعايزوا البي عندي قيمتها نص وي الال 25 من مية وي البي 3 من عشرة في سين 30 هتطلع معايا الاجابة رقم جيم هيبقى هنا 0 1 8 7 5 فولت هتبقى عندك الاجابة رقم جيم اللي هي الـ 18 من الف بالتقريف السؤال 129 فكرته حلوة في الشكل مقابل ساق قابل الحركة على موصل متصل ببطارية قوتها الدفع الكهربية يبنى عندي قيمة الـ باتري ب 25 من مية فولت ربع فولت ومقاومة الساق الساق هنا لها مقاومة المقاومة بتاعتها نص اوم فإن مجدار واتجاه سرعة الساق حتى تكون شدة الطيار في الدايرة الدايرة دي شدة الطيار فيها نص امبير مع عقارب الساعة طيب الطيار ده كده ازاي يمشي مع عقارب الساعة مش المفروض ان دي بطارية المفروض ان الطيار بيخرج من موجب البطارية يعني المفروض يكون الطيار عكس عقارب الساعة لا انت قلتلي مع عقارب الساعة ده مالهوش غير تفسير واحد ان في في الدايرة دي بطارية تانية اكبر من البطارية دي واتجاه البطارية هو اللي معها عقارب الساعة هي اللي فرضت نفسها يعني لما بيكون عندي بطارية الطيار الطيار اللي ماشي فيها عكسها يعني مثلا هنا مفرط طيار يخرج من مجابها لا الطيار داخل على المجاب بتاعها كده معناها ان البطارية دي جاية تشحن نفسها في الدايرة دي تمام طيب احنا كده معناها فين البطارية الكبيرة اللي هي يعتبر اتجاه الطيار اللي خارج منها مع عقارب الساعة اكيد يقصد الامف المستحصة المتولدة في السلك ما السلك هنا هيتحرك كده ويقطع خطوط المجال وبالتالي هينشأ فيه امف مستحصة وكأن السلك ده بطارية طيب احنا عندنا الطيار هنكتب قانون قم للدقيلة المغلقة الطيار عبارة عن V كبيرة طبعا هتبقى الامف المتولدة في السلك لان هي كبيرة ناقص ال V باتري لان الطيار مش خارج من مجابها ترايح على مجابها يبقى دي الصغيرة على الار اللي في الدائرة الطيار اللي اتحقق هنا نص الامف سلك احنا ممكن نجيبها ال V باتري قمتها 25 من 100 على الار اللي هي نص تعال نضرب طرفين فسطين نصف نصف 25 من 100 هيساوي امف سلك ناقص 25 من 100 سيب الامف سلك في مكانها ودي السالب 25 من ناحية التانية بالمجاب تبقى 25 من 100 زائد 25 من 100 يعني ربع وربع هيبقى نص فولت يبقى انا عندي كده الامف سلك عبارة عن نص فولت انت عايز السرعة تمام اي امف سلك بساوي بي ال في وطبعا السلك بتحرك عمودي طيب هعوض عن الامف بنص وي عندي البي من البيانات 8 من 10 والطول 10 سنتي على مية عن 10 عشان حوله بقى 1 من 10 في الفي الفي عندي عايزين نعرفها يبقى الفي هتساوي البعيد على القريب يعني نص على 8 من 10 في 1 من 10 هتطلع معايا السرعة 6 وربع متر على الثانية طيب ماشي 6 وربع موجودة في الاختيار G مودال يا طارق اتجاه الحركة مش احنا عرفنا ان الطيار ده لأعلى لان ده اللي فرض نفسه اتجاه مع قرب الساعة تعال كده بقعدة اليد اليمنى المجال الداخل والطيار لأعلى اذا السلك هتحرك جهة اليمين يبقى هو السلك هتحرك جهة اليمين يبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم G رقم 130 عندنا هواء سيارة طوله يبقى الطول طبعا هواء السيارة بنتعامل معاها انه سلك اللي عبارة عن واحد متر مسبت رأسيا في مقدمة السيارة تتحرك بسرعة يبقى طبعا هو هياخد الهواء ده سرعة السيارة يبقى ال V بالساوي 80 بس خلي بالك دي كيلو متر على الساعة لازم تحول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية فتحول ازاي تضرب في 5 على 18 هيطلع السرعة عندك ب22 و22 من 100 متر على الثانية طبعا في اتجاه متعامل يعني الزاوب 90 على المركبة الافقية للمجال المغنصي الارض فتولدت قوة دفعة كهربية 4 في 10 وسالب 4 اليمف كانت عبارة عن 4 في 10 وسالب 4 تمام المطلوب مني عايز المركبة الافقية لمجال الارض عايز مجال الارض عايز البي طيب احنا هتعامل ازاي قانون بسيط جدا هنقول اليمف بالساوي بي اللي في انا عايز البي يبقى البي بالساوي ايمف على الفي تعالوا نعود اليمف بكام اليمف باربعة في 10 وسالب 4 والطول بكام بواحد متر والسرعة 22 و22 مني يطلع الناتج 1 و 8 من 10 في 10 وسالب 5 تسلة يعني هي 18 في 10 وسالب 6 تسلة يعني الإجابة الصحيحة على رقم G السؤال 131 دائرة قهربية تتكون من سلكين سميكين متوزين في سلكين سميكين متوزين اهم سلكين اهم بيوازوا بها المسافة بينهم المسافة دي المسافة دي كده من هنا لحد هنا 50 سنتيمتر وفي مقاومة مقدارها 3 اوم ايه دي مقاومة مقدارها 3 اوم ماشي وضع قضيب معدني عموديا على السلكين طبعا كده شايف انه كده مصار مفتوح فوضع قضيب معدني عموديا على السلكين متوزين بحيث يغلق هذه الدائرة يبقى هنا فيه اهو السلك ده هيقفل بقى المصاري المغلق ماشي عشان يعمل المصاري مغلق فاذا كانت المساحة المحصورة بين السلكين عموديا على الفض كسفته البي هنا بي 15 من 100 تسلا فان قيمة الكوى اللازمة للتحريك القضيب المعدني لتكسبه سرعة منتظمة مقدارها سويه سرعة منتظمة مقدارها 200 سنتيمتر على الثاني بهضرف عشرة السليب 2 هتطلع 2 متر على الثاني تمام عايز الكوى اللازمة للتحريك هو انا هاعتمد على كلمة انها سرعة منتظمة قدام سرعة منتظمة يبقى الكوى اللي بتأثر على السلك ده كوى متساوية في المقدار ومختلفة في الاتجاه عشان تبقى محصيتها بصف طيب انا بتقول لي ان فيه كوى بتحرك السلك الكوى اللازمة للتحريك يا طرح هسويها مع انهي كوى طبعا مع الكوى المغناطسية طب جات منين مش السلك ده هيتحرك فهيقطع مجال فيه مجال هنا هيقطعه طيب لما يجي يقطع المجال مش هينشأ فيه طيار لما يجي يمر طيار في السلك والسكون السلك موجود في مجال يبقى هيتولد عليه كوى مغناطسية يبقى هو بيتحرك وينشأ فيه طيار مستحس وفي نفس الوقت تظهر فيه كوى مغناطسية واتجاهها عكس اتجاه الحركة طيب يبقى الكوى اللازمة للتحريك هتتساوى مع الكوى المغناطسية يبقى والقل سيبها وفك الاي الاي عبارة عن المتولدة في السلك على الار طيب قدل بي وقدل ال سنة المتولدة في السلك عبارة عن بلف بي اللي بي على الار طب جمع كده بي في بي بي تربيع وقل في ال بل تربيع في البي على الار يبقى انا كده جبت القوى اللازمة للتحريك في بعض الطلابات بيكونوا حافظين القانون ده على طول فيه ناس بتحب تستندك البي كده حقول خمستاشر من مية كل تربيع فيه الطول عندي الطول خمسين يعني خمسة من عشرة يبقى خمسة من عشرة كل تربيع فيه البي اللي هي اتنين على الار اللي هي تلاتة حيطلع معايا الناتج بي تلاتة وخمسة وسبعين من مية في عشرة والسالب تلاتة أدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم بي خلي بالكوا هنا إنه فيه يعني فيه رقمين هنا وفيه تلاتة يعني خمس اللي علامة هنا هتبقى بعد خمس أرقام قد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني هي نفسها الصورة دي بالظبط يعني الإجابة الصحيحة رقم بي سؤال مية اتنين وتعاتين يبين الشكل التالي ساق معدنية اي بي طول الطول ال ال بالساوي اتنين من عشرة متر يتحرك بسرعة عندنا السرعة بتمانية متر على الثانية عموديا عن مجال يبسي تبتسعين كسفت الفيض البي بي اتنين ونص تسلة اتجاهه للداخل عموديا عن مستوى الصف عشد الطيار المار خلال المقاومة ستة طيب احنا دلوقتي بنقول ان السلك ده وهو بتحرك هينشأ طيار الطيار الكل هجيبه وبعد كده هوزعه على الفرعين دول انا عندي مقاومة دي ضعف دي فالطيار الكل هيتجزة الى التلت والتلتين المقاومة كبيرة تاخد التلت والمقاومة الصغيرة تاخد التلتين امتى بوزع التلت والتلتين لما يكون عندي فرعين واحد فيهم ضعف التالي طيب ماشي يبا احنا هنقول عندنا دلوقتي لجيب الطيار الكل الاي توتل بالساوي الام اف المتولدة في السلك على الارات اللي في الدايرة كلها الام اف المتولدة في السلك اللي هي بي اللي في على الارات اللي في الدايرة كلها تعالوا نعوض البي باثنين ونص والل باثنين من العشرة والفي بتمانية والآ المقاومة تعالوا ناخد المقاومات اللي على التوازي تخلص الستة مع التلاتة اتنين هيطلع معي الاي توتل عبارة عن اتنين امبال تعالوا بقى ندي الستة نصبها من الاتنين هتاخد تلت الاتنين يبقى اي ستة هتاخد تلت الاتنين يعني تلتين امبير يبقى دلوقتي الاجابة الصحيحة رقم ب رقم مية تلاتة وتلاتين الرسم البيان يوضح العلاقة بين القوة الدفع القربية المستحسة المتولدة في سلك تحرك عموديا على مجال مع تغير السرعة فاذا كان طول السلك 50 سنت مت يبقى طول 5 من 10 مت فإن كسافة الفيت طب عندها رسمة زي دي تعال نشوف الميل واعلاق بالمطلوب نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي b l v وطبعا السلك 90 بواحد عمودي بتحرك عمودي طيب اشتب عصادات واشتب عصينات اللي هي ال v مين المشطبتش على l طيب الميل بكام تعالوا بصوا كده على الرسمة تعالوا نختار نقطة مع نقطة مثلا ال 2 اصلا 2 على 10 طبعا 2 من 10 على l اللي هي 5 من 10 يطلع الناتج 4 من 10 تسلا يبقى الإجابة صحيحة رقم بها السؤال 134 في الشكل يوضح العلاقة البيانية بين القوة الدفعة الكهربية المستحس المتولدة في السلك لما بيتحرك عموديا على اتجاه المجال بتكون قد يعني ايه الام المستحس المتولدة في السلك تكون لما السلك تحرك عمودي لما السلك تحرك عمودي هيبقى الزاوية بتسعين وتبقى الام اللي هو طالبها عبارة عن بي اللي في طب ايه علاقة ده بالميل تعالوا نجيب الاول الميل قد الام بي ساوي بي اللي في صين سيتا واشطبع الصادات اللي هي الام اف واشطبع السينات اللي هي صين سيتا يبقى الميل اللي انت ممكن تجيه من عرس عبارة عن بي اللي في اعلاقة الميل بالمطلوب وهو ده المطلوب لان الام اف لما يكون السلك بتحرك عمودي على المجال بتبقى بي اللي في معي الام اف القيمة العظمى 20 بولت يعني الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار الرقم الف